السيدات والسادة إن المواجهات التي تدور في السودان تشكل لدولتي ليس فقط لدولتي ولكن كافة دولة لدوار مصدر قلق بالغ إن تشاد لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف والهجمات بين المدنيين وفي هذا الصدد إنني ناشد إلى بحث مشترك عن حل ملائم لعلاق هذا الموقف الطارق ومعالجة نقص الغذاء ونقص الأدوية والنقص المعدات الطبية والذي كان من الأسباب التي أثرت تأثيرا غير طيب على الأبرياء ونحن يجب أن يكون هناك نوع من التفاعل في الجهود ودعم المبادرات الدولية من أجل حل الأزمة السودانية وخاصة من خلال الاتحاد الإفريقي ومن خلال إرساء آلية موسعة بشأن السودان وأيضا من خلال جماعة الدول العربية